أن تتعرف على الله عز وجل فذلك أعظم علم في الوجود قد تصل إليه لأنك تتعرف على خالق الكون الذي أوجدنا وأوجد الأكوان من قبلنا تعالوا نتعرف على الله عز وجل في برنامج بذور الخير كل العقول البشرية العاقلة متفقة على أن هذا الكون له خالق وهذا الخالق له قدرة له إرادة له مشيئة إذا أراد شيئا قال له كن فيكون لكن العقول البشرية وحدها غير قادرة على أن تصل إلى حقيقة الخالق لأنه غيب فجاء النبي عليه الصلاة والسلام والوحي والشريعة الإسلامية حتى توضح لنا مفهوم من الذي أوجد الكون من الذي خلق هذا الكون من الذي دبر هذا الكون لأنه على مر السنوات والعصور لا وجدنا الشمس تتأخر عن مطلعها ولا وجدنا الشمس تضرب بالقمار ولا وجدنا النجوم تتصادم ولا وجدنا أن والله إحنا زرعنا تين فطلع تمر ولا وجدنا أنه زرعنا نخل فطلع عندنا عنب لا يوجد أخطاء في هذا الكون لا يوجد شيء مترتب في هذا الكون قد تجد فيه خطأ ولذلك تحدى الخالق سبحانه وتعالى فقال فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير يعني حتى لو البصر تفقد في هذا الكون على أن يجد فيه خطأ لن يجد ولذلك من أعظم العلوم أن تتعرف على الخالق لهذا الكون وهو الله تبارك وتعالى اللي كل العقول البشرية مجمعة على أن هذا الخلق وهو الكون وبحاره وسماواته وأرضه وشمسه وقمره ونجومه وأشجاره وبحاره وأسماكه وموجوداته كل هذا له خالق نحن في برنامجنا بذور الخير الفكرة نتعرف على هذا الخالق وكل شيء في الدنيا له ثمرة التجارة ثمرتها الربح العلوم ثمرتها المعرفة لازم يكون في ثمرة للتعرف على الله عز وجل ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة يعني من تعرف على هذه الأسماء من استطاع أن يتعمق في معرفة الأسماء السبب أنه إحنا نحتاج في الوجود إلى تسعة وتسعين قيمة حتى الإنسانية تحيا بها وإحنا لا نتحدث فقط عن المسلمين لا البشرية كلها تحتاج إلى تسعة وتسعين قيمة لا تستغني عنها في الوجود يعني على سبيل المثال هل تستغني عن قيمة الرحمة في الوجود؟ لا الله رحيم هل تستغني عن قيمة الرزق في الوجود؟ لا الله رزاق هل تستغني عن قيمة الوكالة في الحياة؟ لا الله وكيل هل تستغني عن قيمة الشهادة في الحياة؟ لا الله شهيد كل قيم الحياة التي تسير بها الدنيا موجودة في أسماء الله الحسنى ولذلك واحدة من أهم نتائج أن تتعرف على الله عز وجل أن تستخلص تسعة وتسعين قيمة موجودة في أسماء الله الحسنى ما أمر الثاني أنت في الحياة تعيش في هذا البحر من الحياة أخل كثير وبشر كثيرون وحاجات كثيرة ويعتليك الضعف وتعتليك القوة وتأتيك ساعات من الفقر وساعات من الغلا وساعات من الهم وساعات من الغم وساعات من المرض وساعات من القوة الإنسان متقلب في هذه التقلبات أنت لك حاجات إذا تعرفت على الله عز وجل ستسهل عليك حاجات الدنيا إذا ضاق رزقك توجه إلى الرزاق إذا مرد توجه إلى الشافي إذا أردت حاجة توجه إلى الوكيل سبحانه وتعالى إذا أردت ذو بطش شديد و ذو قوة و أن يأخذ لك حقك من الآخرين توجه إلى الله عز وجل إذا أردت السكينة و الهدوء توجه إلى الله تبارك و تعالى عندما تتعرف على أسماء الله فأنت تغطي متطلبات الحياة و لذلك الذي يبحث في أسماء الله الحسنى سيجد أن كل اسم من أسماء الله يغطي لك حاجة فأنت تحتاج أن تتعرف على الله عز وجل لا لأنك ستعظم الله و لكن لأنك تلبي حاجاتك فمعرفتنا بالله تبارك و تعالى هي لذاتنا هي أمر نحن الذين نستفيد منه الله عز وجل عظيم بذاته و لكن عندما تتعرف على أسماء الله الحسنى و عندما تستوعب معنى أن الله عز وجل موجود و أنه قادر و أنه مقتدر و أنه مغني و أنه غني و أنه يحي و أنه يميت و أنه الرزاق و أنه و أنه سبحانه و تعالى تلبي حاجات في ضحفك البشري تلبي حاجات في لحظة صفائك مع الله تبارك و تعالى أنت تحتاج أن تتوجه إلى الله بهذه الأسماء النقطة الأخرى أنه إحنا في هذا الكون مفطورون على حب من أحسن إلينا عندما تبحث في أسماء الله الحسنى ستجد أن أول من أحسن إليك هو الله فيبدأ قلبك و التوجه إلى الله و معنى قلبك توجه إلى الله تبارك و تعالى يعني أنك تحبه و إذا أحببت الله أطعت الله و لذلك دائما و أبدا معرفة الآمر تسهل الأوامر أنت اليوم ماشي في الشارع فيجي إنسان وقفك و قال لك افتح السيارة و أعطيني الرخص أنت مين عشان تسألني لكن عندما يكون مرتديا للباس الشرطة تقولوا سمعنا و أطعنا السبب أن معرفة الآمر تسهل الأوامر معرفة الآمر تسهل الأوامر فإذا تعرفت على الله عز وجل يسهل عليك طاعته أنا اليوم بيجيني شاب يقولي أنا مش عارف أصلي و ابنت مش عارف أتقرب إلى الله صح لأنك لو يعرفت الآمر لسهل لك الأوامر و لذلك النبي عليه الصلاة و سلام مكث في مكة 13 عام فقط يعرفهم على الله و لحرم خمر و لحرم ربا فلما استقرت معرفة الله في القلوب فأنزل الله قوله سبحانه و تعالى إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام و رجش من عمل الشيطان فاجتنبوا و لفي شرطة و لفتش بيوت و لعمر نقاط حجز أصبحت أودية المدينة تسيل بالخمور التي كانوا يدخرونها في البيوت طاعة للآمر و الربا تركوا لوجه الله لا تظلمون و لا تظلمون لما عرفوا الآمر سهرت عليهم الأوامر و لماذا تعني إن واحد هو من ذات نفسه و من داخله و بدون مراقبة لشرطة و لمراقبة إنسان أن يخرج الخمر الذي كانوا يعيشون عليها كما يشربون الماء فيريق هذا الخمر في الطرقات و يستغني عنه ليس خوفا من شرطة و لا خوفا من قانون و لكنه إذا عرف الآمر سبحانه و تعالى سهل علي تنفيذ الأوامر فإحنا نتعرف على الله تبارك و تعالى عشان نحب الله و إذا أحببت الله أطعت الله سبحانه و تعالى لكن عندي سؤال هو إحنا لما نطيع الله تبارك و تعالى إيش الفائدة الفائدة أنك تعيش حياة سوية الفائدة رح تكون مراقبة الله في مالك فلا تأكل حراما و مراقبة الله في جارك فما تؤذي و مراقبة الله في الطريق فلا توسخه و مراقبة الله في عملك فما تغش و مراقبة الله في خلقي فتسدي لهم النصيحة و مراقبة الله في الرعية فأنت لا تظلم و مراقبة الله فيما تحت يدك من مال و من عمل و من أفراد يعملون بمعيتك فالكل عندك سواسه لما تتعرف على الله كل حياتك تتغير لما تتعرف على الله عز وجل ستجد أن الله الشهيد أنه يراقب في كل عمل و ستجد أن الله الرحيم فترحم منهم تحت يدك و تجد أن الله كريم فتعطيه بغير حساب و تجد أن الله الغني فتطلب من الغني لا تطلب من أحد سواه أنت كل حياتك لا تتغير أنت لما تتعرف على الله عز وجل ستحس أنك جزء في هذا الكون لكن لك ركن شديد تأوي إليه أنا يا ربي في حالة ضعف ألجأ إليك و في حالة مرضي أنا أستشفيك و إذا مريضت فهو يشفين و أنه هو يطعمني و يسقين و إذا مريضت فهو يشفين و أنه يميتني ثم يحين كل الأمور متعلقة مع الله عز وجل إن تعرف لما تعرف معنى كلمة الرزاق هو الله تبارك و تعالى لن تذل في الوجود لأحد إن تعرف لما تعرف معنى كلمة الوكيل أن الله تعالى وكيل ستجد أن أمورك كلها أصبحت بسهولة ويسر فأنا موكل الوكيل أنت اليوم لو كان عندك قضية في المحكمة وبحثت عن محامي يعني يكون محامي قوي والناس تشهد له بالمقدرة القانون يقول لها خلاص أنت وكلت فلان خلاص تركه الموضوع جاهز فما بالك لما توكل الوكيل سبحانه وتعالى توكل الوكيل في أولادك توكل الوكيل في رزقك توكل الوكيل في تلبية حاجاتك توكل الوكيل سبحانه وتعالى في شفاء أمراضك توكل الوكيل في مستقبل بلدك ومستقبل أمتك ومستقبل دولتك ومستقبل حياتك انت عارف لما توكل الوكيل شو معناته أنت فوضت الأمر إلى الله تبارك وتعالى انت عارف لما تتوكل يصبح أمر التوكل عند الله السمى في حياتك تأخذ بالأسباب وتنتظر النتائج من عند الله عز وجل فامشوا في مناكبها أخذوا بالأسباب وكلوا من رزقه لأنه هو الرزاق فأنت تسير في مرحلتين التوازن مرحلة السعي ومرحلة التوكل فالسعي لتثبت أنك عبد بشري تحتاج إلى الاعتماد على نفسك في البحث عن رزقك ومرحلة أن الله هو الرزاق أنك تتطلع إلى كرم الكريم في أن تترتب النتائج على عملك لما تعيش مع أسماء الله الحسنى ستحس بحياة أخرى مختلف عن اللي كنت عايشها الآن ما في فرق بين إنسان عايش في بلده وقرائبه وعشيرته وعزوته وناس اللي حواليه وعندما يذهب هذا الإنسان يعيش في بلد آخر فيشعر بالغربة عندما تتعرف على أسماء الله الحسنى ستعزول غربة حياتك عندما تتعرف على أسماء الله الحسنى ستحب الله تبارك وتعالى ستعظم الله تبارك وتعالى ستتبع عوامر الله فتستقيم بك الحياة نتكلم في أسماء الله الحسنى حتى نستخرج القيم الموجود في هذه الأسماء لا يمكن أن الكريم سبحانه وتعالى تسمى بتسعة وتسعين اسما عبذا لا لا مستحيل مستحيل ربنا سبحانه وتعالى يكون ذكر لنفسه تسعة وتسعين اسم وهذه الأسماء فقط من أجل التسمي لا تبارى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا إنما ذكر لنا تسعة وتسعين اسما لتستخرج منها تسعة وتسعين قيمة القيم تحيا بها فنحن نريد أن نحيا باسم الله تبارك وتعالى نحيا بأسماء الله وصفات الله نحيا في هذا الكون بالقيم المستمرة المستمدة من أسماء الله الحسنة لأنك بغير قيم تتخلى عن إنسانيتك مش بنسمع بقولك حياة الغاب شو معنى حياة الغاب يعني القوي يأكله الضعيف يعني اللي بيقدر يكسر من لا يقدر لكن في الإنسانية حتى تبتعد عن حياة الغاب أنت تحتاج إلى قيم طب أي مصدر أفضل من يعطينا القيم أفضل من يعطيك القيم الذي خلقك الذي أوجدك الذي يعرف دواخلنا ويعرف ظواهرنا الذي يعرف ماضينا ويعرف مستقبلنا الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون هو أفضل جهة تعطيك هذه القيم بدل أن أعطيك القيم البشرية من عندي ثم يتضح أنها خطأ في الحياة أعطوا قيم قال لك أعطينا قيمة الرأسمالية وأعطينا قيمة الاشتراكية وأعطينا قيمة الشوعية جربوا في الحياة كثير وكلها تفشل أفضل من يعطيك القيمة الذي أوجدك في برنامج بذور الخير إن شاء الله نتعرف على قيم من أسماء الله الحسنى فنسأل الله تباره تعالى أن يرزقنا حبه وأن يرزقنا اتباعه إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا